أهلا بحارك منوارنا دايما بتنوارنا في مصر جديدة أهلا بيك يا فهدب أهلا وسهلا الأول بس كده ببساطة شديدة أنا عايزة أفهم هو أنا كمواطن مصري أنا إيه لقصي بالحوار الوطن؟ هو جزء من حياتك ببساطة يعني هو إذا كان اللي بيتناقش في الحوار مش هيخصك كمواطن يبقى أنت منكش ضعبه إنما لو إحنا بنقول الحوار بيناقش فيه إذا كان المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي فبيتناقش فيه حوالي أنا مش فاكر يا 113 أسموها يا 119 موضوع أعتقد كانوا 113 لغاية من كمي لا تقريبا أنا مش فاكر فأناقول 113 113 أعتقد كم موضوع من 113 بقى حيهم المواطن كل مواطن حيهموا على الأقل 100-110 منه يعني إيه؟ على الأقل على الأقل أه طبعا ثلاثة بس هيتطلعوا ويغردوا خارج السر حتتغير بقى يعني إيه ممكن واحد مش مهتم أوي بالسياسة فمش هيهتم شوية مثلا بملف الانتخابات اللي هو حيأثر عليه أوي برضو بالضبط هو لازم يهتم إنما هو من جوا ما عندوش الحتة دي إنما حيدخل على الاجتماعي وحيدخل على الاقتصادي وحيأثر حيأثر العكس صحيح فيه ناس هتبقى مهتمية أو بالسياسة إنما برضو مهتمية بالاقتصاد إنما فيه مشاكل اجتماعية أو ملفات اجتماعية هتطرح ممكن يعني واحد من المجتمع ما تأثرش عليه إلا قوي لأن الملفات دي تأثر على غيره إنما هو شخصيا ففي الآخر هو متأثر متأثر حيقعد يسمع إيه حيسمع مية وعها مش حبالك حول مية موضوع يخص طب هو أصلا أصلا هو إيه الهدف من الحوار الوطني ده بوسي كمواطن إيه الهدف لا هو الهدف في الأصل الحوار اتعمل ليه كان دعوة من السيد الرئيس النتيجة ماشية زي في الحوار وكان دعوة للسيد الرئيس للأحزاب أحزاب يلا تعالوا عوضوا وقلوا لنا اللي انتوا عاوزين أين كان يعني المصر وبقت الأحزاب وبقت القوى السياسية كلها وبقى رجال اقتصاد وبقى دخلت في كل المحاول طيب نتيجة الحوار حتى الحاجة حتى الآن حقول لحضرتك بس حتى حمسك الأول الأحزاب اللي هو الموضوع الأساسي كان بداية الحوار لو بنقول إن فيه محاور حتى تتناقش بغض النظر عن اتجاة الأحزاب ورؤيتها وبنناقش 113 محور يبقى مفروض كل حزب يعمليه يبعت 113 ممثل ليه في كل ملف من الملفات؟ يقول رأيه آه وده حصل؟ فيه أحزاب طبعا بتعمل فيه أحزاب لا يعني الناس بتوحها بيحتاروا مرة واثنين وثلاثة إنما أصل الموضوع لو أنا كحزب جهزت نفسي إن فيه حوار يبقى أولا وحوار على الهوى متزع على الهوى وناس قاعدة تسمعني على عينك يا تاج آه على الهوى هو حاجة تانية كمان فيش منتاج وحوار متخصص آه يعني تكوين دايماً اللي اجتماعات بتبقى يبقى عشرة من الأحزاب ما بسموها مولاك عشرة من المعارضة عشرة من الخبراء وبالتالي أنا لو بعت حد مستقبل وطن أو لو أنا رايح في حاجة يعني أد الموضوع يا حتكشف لأن اللي قاعد معايا يا أحزاب آه معارضة قاعدة برضو تشوف أنا بقول إيه وهم حيبقوا لهم رأي تاني محترم فلازم يبقى رأي اللي أنا رايح به درسه كويس عوي يا قاعد معايا خبراء يا بيتفرج علي في التلفزيون آه مصر كلها وممكن قوات العالم العرب أعتقد العالم العربي كله ويشهد لحظة بلحظة بلزر أقول بقى إيه الأحزاب المتيجة تتفاعل في هذا الموضوع دي لازم تبقى خلية نحلة غصبا عنها أي غصبا عنها لأنه حيجري يشوف في حزبه مين ينفع مش في الاقتصاد في الحتة دي في الاقتصاد ومين حينفع في الحتة دي في الملف المتخصص ده وحيروح يقدم ملفه ومعندناش وقت نضيعه في كلام في الهوى أنا كواحد ممثل لحزبه مثلا مستقبل وطن لازم أروح بملفي في نقطة المحددة من غير مضيع وقت الآخرين في كلام في الهوى وليه أربع دقائق أربع دقائق تدخل في الصميمة على طول في الكلام أربع دقائق ساعة محطوطة كل شايفها وبالتالي حتى اللي حيقعد يضيع في الأربع دقائق 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 ثلاثة في شكره أو زم أو يطلع عن الموضوع ما بيلحقش فبيطلع في الآخر مع النشحة أقصد أن في رأي الشخصي بداية الحوار عمل حياة حزبية أو حرك حزاب كتير جدا لأن الكل لازم يشتغل حضرتك يا اختارت أن احنا نبدأ بملف الأحزاب ده أنا بقول حضرتك الأول إيه على حتى الأحزاب نفسها ما هو الأصل الرئيس أما طرح الموضوع طرحه قال إيه كان بيتكلم عن المحور السياسي بس في الأول وبعدين كملة بالمحور الاتصادي والاجتماعي وبالتالي هو المحور السياسي في الأول هو كان أساس كان الموال الأساسية لأ أنا قصدي حتى في المحور السياسي عندنا يعني أكتر من ملف بس بدم حضرتك أنا أحترم رغبة حضرتك لا 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 أوي في أي حاجة لا 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 يلا نبدأ في الأحزاب أولا بس عايزي أسأل حضرتك سؤال هو النظام الحالي في مصر رئاسي ولا برلماني ولا خليق ما بين الاتنين لا مش برلماني بنقول إيه شبه رئاسي شبه رئاسي أو يميل للرئاسي يعني إيه يعني البرلماني حاجة مختلفة الرئاسي بيبقى الرئيس الجمهورية ليه صلاحيات وطبعا مجالس نواب والشيوخ والمؤسسات تانية لها صلاحيات وهنا بتختلف بقى من ملف الملف لو احنا رحنا على النظام البرلماني هتلاقي لا في رئيس وزراء جاي من حزب أغلبية منتخب لا إحنا ما عندناش كده إحنا دستور بتاعنا دستور بتاعنا أصلا اللي بيشكل الحكومة سيد الرئيس يعني إحنا حزب الأغلبية إحنا بنشكلش الحكومة ده بحكم الدستور سيد الرئيس اللي بيشكل الحكومة من حقنا نعتارد على الحكومة ونقول لأ ده ده ما بيحصل إنما الأصل في الموضوع سيد الرئيس ده نظام الرئيسي نظام البرلماني اللي احنا مش ماشيين به بدستور ناني ده اللي بيشكل الحكومة الحزب الأغلبية في القرآن جميل جميل